عايز اقول لكم خبر غريب جدا ايطاليا بره كاس العالم خسرت من مقدونيا الشمالية في البلاس تسعين واحد سفر وخرجت من كاس العالم الملحق ما بين المقدونيا الشمالية وبرتغال برتغال كسب التركية تلاتة واحد يعني مفاجآت الكاس العالم لا تتوقف لأول مرة اعتقد مفترة روية جدا ايطاليا ما توصلش كاس العالم يعني هنروح لي اخبارنا كيروش عقد مؤتمر صحفي وقال انه مصر فنيا وبدانيا افضل من السنغال واحفظ طريقة مدربهم يسمع بوك ربنا عمي كروش وتتقلق بكرة كده ولعبتك تنفذ فكرك يعني قالك المدير الفني السنغالي مدرب قدير طبعا وعرف طريقة تفكيره ونعمل له الف حساب وقال على ظاهرة الندر التهديفية رغم موجود محمد صلاح بالعودة لأم أفريقيا الاخيرة في الكاميرون نرى أن مباريات المنتخبات أصعب من مباريات الدوريات يعني أكيد طبعا مهم جدا جدا المباريات كانت صعبة جدا يا جماعة طبيعي لازم يبقى فيه ندرة أهداف يعني اللي بتلعب منتخبات قوية جدا يعني قال إن الجمهور هو لعب رقم 18 وعليه تقديم الدعم ووقت فقد الكرة اللي لعب ما أنا قلت هي 13 الرقم 12 يا جماعة ماش شكرين قال لك عمر السورياء طبعا في المؤتمر قال مسئوليات نتجاه الجمهور والله هروح نسمعه أحد بس أقولي السورياء السورياء بقولنا نتعرف على نعرف مسئوليات نتجاه الجمهور لوصول لحلم المنديال طيب دي أخبار اللي قالها النهاردة مستر كروش والسورياء نروح نشوف المؤتمر الصحفي وماذا قال كروش عن هذه المباراة سأبدأ بمساعدة سورياء كما تعرف أفريكا بيقول هقول نفس الرسالة اللي أنا ولتهى قبل كده دلوقتي إحنا في نهايه وهو عبارة عن خمس مباريات هيتلعبوا من يوم 25 إلى يوم 29 لاختيار المتأهل ونحن سعيدين بوجودنا في هذا النهائي لا شك فإن اللاعبين عندهم حماس قوي جدا والتزام وثقة عظيمة من أجل تحقيق أحلامنا أمامنا المباراة غدا مباراة جديدة إن شاء الله فوز جديد ونجاح جديد ومنها نبدأ المشوار بالنسبة للمدارب الآن الشيء الوحيد اللي هو بيفكر فيه من ناحية كرارات هي الكرارات اللي هيخدها عشان التمرين اللي هيبدأ الساعة 45 دقيقة مباراة غدا إن شاء الله بردو مباراة مهمة جدا المدارب بيحضر الكرارات من أجل المباراة غدا نحاول إن احنا نستمتع باللحظات الجميلة اللي احنا بنعيشها أمامنا فرصة إن شاء الله فرصة جيدة من أجل التأهل نحاول إن احنا نعيش اللحظات الحاضر نستمتع بالحاضر ونستمتع غدا إن شاء الله المدارب بيقول المباراة بكرة مش هتكون فقط استمتاع بالكورة ولكن بردو هتكون مباراة فيها بعض التحمل وفيها بعض التضحيات ومتأكد من مجهود اللاعبين وإن اللاعب رقم 12 زي ما تحدث عنه المدارب أمس اللي هو الجنهور المصري هيكون مهم جدا حضوره غدا إن شاء الله في المباراة من أجل النجاح ومن أجل العبور المدارب طبعا بيقولك حقيقة إن المباراة غدا تعتبر مباراة مختلفة عن المباراة اللي قبل كده لأن طبعا في هذا الوقت هو بيقولك المباراة يا إما الفريق اللي بيفوز بيقدر يحصد كل شيء والفريق اللي بيخسر بيخسر كل شيء طبعا المدارب بيقول بالنسبة توريخ المباراة مش بيحددها المدارب هي بتيجب تتحدد طبعا المدارب بيقول بنحاول إن إحنا نقدم يعني نعطي أفضل شيء من عندنا سواء نعطي حاجة زيادة أو حاجة أقل ولكن طبعا في مسئولية على الأدية برضو عشان تقدر تحصل منها على اللاعبين طبعا الحمد لله لحسن الحظ إن إحنا معنا مجموعة طيبة جدا من اللاعبين اللاعبين كلهم موهبة وكفاءة عالية جدا كذلك اللاعبين بيحاولوا هم يكرفوا كل مجهودهم من أجل خدمة منتخب مصر ومن أجل خدمة البلد الحمد لله المدارب بيقول طبعا إن إحنا برضو عندنا خبرة مع اللاعبين بجمعنا مع اللاعبين في كأس العرب وكذلك في أمم أفريقيا ودلوقتي المدارب بيقول الحمد لله إحنا على علم إن إحنا هنقدر نحط بعض الأجزاء أو بعض الكطع من أجل إن إحنا نزبط العملية في هذه المباراة المدارب طبعا بيقول إن هو في الأربع تيام شاف حماس اللاعبين وشاف تركيز اللاعبين وتكريس مجهودهم من أجل خدمة الفريق فبيقول الحمد لله إن هو شايف إن شاء الله في الإمكانية إن إحنا نقدر نعدي إن شاء الله من هذه المباراة بالنسبة للمباراة إحنا كلعابين عارفين مسؤوليتنا كويس تجاه المباراة وعارفين مسؤوليتنا تجاه الشعب المصري مباراة اعتبر مبارانة هائية حلم الشعب المصري كله حلم اللعيبة كلها والجاز الفني إن إحنا نوصل كأس عالم إن شاء الله بكرة أتمنى يكون التوفيق من نصبنا ونعمل أقصى حاجة عندنا عشان نسعد الشعب المصري ونحقق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى اللي هتسهل علينا كتير في المباراة التانية وإن شاء الله تكون سبب في وصولنا لكأس العالم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر